السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أنا في فيديو جديد معلومات مهمة للمسافرين جالية المغربية المقيمة بأوروبا هناك شركات جديدة رحلات جديدة وهنيئا للناس الحسيمة وأخيرا بعد شركات الأوروبية ستدخل نظر الحسيمة ونطيق لنية المباشرة اللي ستدخل إلى مدينة أو مطار الحسيمة وكذلك مطارات أخرى في المغرب كذلك غادي نضروع للتغييرات اللي كذلك من شركات الطيران فيما يتعلق بالحقائب ردوا البال الناس اللي متعودين على بعض الشركات الطيران اللي كان من قبل كتقدر راه كين شركات أخرى غيرت سياسة ديالة ومشى بحر ريانير يعني كتسمح لك تبدي فقط المحفاظة كتسمح لك تبدي غير المحفاظة فقط فغادي نشوفوا اليوم شركة من هات الشركات اللي نهجز هاد الاتجاه هذا كذلك غادي نشوفوا ريانير اللي زادت على الناس في واحد السيرفيس بلا ما عاقوا خصوصا العائلات فالآن كتتخلص منهم بواحد طريقة اللي نقولوا غير مباشرة ماشي نقولوا وإنما غير مباشرة ريانير كذلك كتحدر الناس بأنها غادي تزيد في الثامن ديال البيه وغادي نعرفوا علاش السبب اللي غادي يخليها تزيد في الثامن ديال البيه فعلى بركة الله ندخلوا للموضوع الأول وكما دائما غادي نحاول نبرتاج معاكم السكرين أو الشاشة ديال الوردناتور ديالي فإحنا يا هنا هنا كما دخلنا دخلنا نيش نفويلين علش دخلنا نفويلين لأن نفويلين كذلك بدلت سياسة ديال الباقاج ديالها والآن اللي بيه اللي رخيص كما قد دخلنا نفويلين كتجبر هنا آآ بازيك ولا بايزيك كتجبر تسايم فلايكس كتجبر أوبتيما فأرخص بيه اللي هو مية وخمسة وستين اللي عادة بحكم يعني الواحد يعني ما عاديش يخسر بزاف الرحلة للمغرب فغادي يختار هاد ديال مية وخمسة وستين ولكن ربط البال لأنه ما يختار ديال مية وخمسة وستين فكيكون عندك الحق فقط في ماليطة ديال أربعين وماشي حتى ماليطة الساك علش لأن الساك هو اللي كيتوضع تحت لسيمته ولا تحت الكرسي اللي هو قدامك فكيكون فيه أربعين عشرين على ثلاثين يعني الساك بحال هادك اللي وريتكم وحتى إذا اختارتي اللي كتعطيك الحق أنك تسجلي يعني الباجاج ديالك معهم يعني عندك الحق فماليطة فكتورة ديال خمسة وعشرين كيلو ولكن رد البال لأنه راح عندك الحق غير في الساك يعني ديال اللي يدرى ما عندك شي حق فماليطة عندك الحق غير في الساك ديال أربعين عشرين ثلاثين كما كتشوفوا معايا هنا فهذه واحدة من آخر الشركات اللي يعني مؤخرا بدلت السياسة ديال الحقيبة ليلة اللي كانت تماشى مع ذاك شي اللي عملته ريانير كذلك إذن هذا هو الأولى الشركة جديدة اللي عملت آخر تغيير في ما يتعلق بالحقائب الآن قد نضروا إلى شركة جديدة قد يدخل المغرب اللي هي الطاب بورتغال ديال الشركة الوطنية ديال بورتغال شركة طيران بورتغالية تربط أقادير بخط جوي مباشر ومشي غير أقادير فأعلنت شركة طيران بورتغالية عن افتتاح حطوط جوية جديدة نحو المغرب وبالضبط إلى ثلاث مطارات مغربية خلال فصل الصيف لعام الفين واربعة وعشرين ويتعلق الأم بخطوط جوية كثبت مطار أقادير بالإضافة إلى أقادير مطارين ناظر والحسيمة آه هاني ألنات ديال الحسيمة ومن المنتظر أن تنطلق هذه الرحلات في ثلاثة يونيوم من مطار ليشبونة بترتيب رحلتين في الأسبوع من ليشبونة الأقادير من ليشبونة الناظر من ليشبونة الحسيمة يعني ثلاثة ديال صديق الرحلات جوج في اتجاه كل مطار إذا من الحسيمة ليشبونة لسبوع العاصمة ديال البرتغال هادي يكون هناك جوج ديال الرحلات فهاني أن الناس ديال الحسيمة بطبيعة هذا الخبر الثاني الخبر الثالث هو علاش البيئي ديال ريانيل غادي تزاد ريانيل كتحضر كتقول بيانا البيئي غادي تزاد علاش لأنه المطارات أو مكتب المطارات الإسباني زاد عليها في مشيغل عليها زاد على الشركات كامل وهذا يعني بأنه البيئي غادي يغلق بالنسبة للشركات كامل مشيغل ريانيل غير هو ريانيل فيها بلعة ديال الهارج والمراج والصراحة كي جي مزيان بالنسبة للمسافرين عفوا والناس اللي مهتمين بالشأن ديال الطيران كي جي مزيان باش كنعرفوا شنو شنو واقع فهناك يقول لك ريانير سينفرينتا آينا لسوبيدا دي تاساس ديبي ريبرتيرسي يعني كتقول لك ريانير تواجه المكتب الوطني للمطارات الإسباني لا بغايت نسميه هيدا بالترجمة وكتقول بأنه ريانير تواجه آينا يجيب عكس زيادة في الساعة يعني يخصصكم تراجعوا لديك الزيادة اللي عملته بالنسبة لنا للتاساس اللي خصت تخلص ريانيل أكد مؤخرا وزير النقل بأنه غادي يكون هناك ارتفاع في الواجبات اللي خصت تخلص شركة طيران للمكتب الوطني للمطارات الإسباني بينما أبدت ريانير معارضتها التامة لزيادة في الدرائب هاي رهد رعا جبرت الدرائب للمطارات اللي اقترحتها الآينا وأبدت الشركة أبدا المدير ديالشركة بأنه يعني ممكنش يخلصوا هاد الزيادة هادة هاد الزيادة هدي وإلا فإن هاد التكلفة هدي غادي خلصها المسافر وكن أكيد عزيزي المسافر بأنه أي شركة سواء كنت في شركة طيران أو في ميركادون أو لأي شركة من اللي الدولة كدمن للداربة أرا هي ما كتخلصها شي من عندها أوتوماتيك مون كتزيد لك في الثامن ديال البرودوي في الثامن ديال المنتوج وكتزيد كثير من ذاك الشي اللي أتخلص وكتقول لك راه الدولة زادت فيها معدي ما نعمل الدولة زادتها واحد سنتين في المنتوج هي كتزيد لك جوش كتزيد واحد لها واحد الدولة فهنا هاد الشي اللي كتقول راييني كتقول بأنه خاص التراجع على زيادة في الداربة اللي فردتها اللي فردت المطار عليها وإلا فإن هاد الزيادة هدي غادي تنعكس سلبا على المسافرين اللي كي سفروا معها وهنا كما نشأل موقع زيادة بنسبة 4.9 مية يعني 40 سنتين لكل مسافر يعني المطار غادي يفرض 40 سنتين على كل مسافر بالنسبة لشركة الطيران سيرتفع الحد الأقصى للضغط سناوي لكل راكبة يعني آآ الميني مو دي اللي كانت سعود خمسة وتسعين فغاد يرجع عشره خمسة وتلاتين فصراحة باقي كيت تعتبر بي في المتناول ولكن هاد الثمن هادا بطبيعة الحال أنا عارف وانتم ما عارفين بأنه ماشي دائما كيكون هاد الثمن هادا في ريانير وإنما كيكون في اللينيات اللي خاويين وكذلك الوجهات اللي ما كده ماشي فيهم الطيارة أو اللي كيكون باقي وقت طويل على على الرحلة يعني غادي تكون الرحلة فهدك كيكون بالصح داك عشره للأورو حداش وردك من بعد راك تسامن كي يطلع واحد القضية آخر اللي بغيت نتشاركها معاكم هي هنا يا كي ما كتشوفوا معنا فريانير قامت بتغيير طريقة عمليها وأزالت خيار اختيار مقعد عشوائي والآن تجبر عملائها على دفع 8 لورو على الرحلات الداخلية وعشرها على الرحلات الدولية تحال هادي كان لكم انتي فاميليا عندك العيال بحكم أن القانون يمنع أن العيال يسافروا قلسهم بوح ديتهم فريانير قد تجبر رصام اضطرة خاصة اللي عندهم قل من 12 عام فقد تجبر رصام اضطرة أنها تعطيك المقعد انتا ولا انتا ولا انتا ولا انتو مولادك باش تجبرسوا مع بعضكم علش باش تتفادى ذاك المشكير حتى توصل المطار لما شريتيش المقعد حتى توصل المطار وكل مقاعد كاملة عمره ومن بعد غادي اضطر الشركة أنها تدار مع المسافرين تبدي المسافرين هذا باش تجلس مع اولادك لأن القانون كيفرض على أن أي تفل قل من 12 عام أنه يجلس مع الوالد دياله أو الراعي دياله الوالي الامر دياله واللاش كاد منوحد تتركو اللي هو يعني كتجعل واحد من هادوك العائلة أنه يخلص المقعد باش كاسربط معه داك العائل ولا داك العيال الصغر شحال هادي كان العائلة كاملة كاد اخذ مقعد باطل ولكن الان ولو كيعملوها تتركو حالي كتشوفو هنا على المينوس هنا ذولتو يعني واحد من من أشخاص البالغين خصو يحجز المقعد ومن هنا للمغرب عشرة ديال الأورو إذن هدي طريقة جديدة كتدخل بها رياني الفلوس بلا ما كيحسوا المسافرين بطابعة الحال حسنا هنا نكون وصلت لتفاصيل ولعودت لكم التفاصيل ديال العناوين الأربع اللي اهدرت لكم عليها في الأول شكرا بزاف لحسن المتابعة كما دائما الناس اللي طلبوا لي الروابط ديال الفيديو اللي مقبل اللي عمل ديال العمار رانا خليت الروابط في صندوق الوصف والناس اللي سوروني رانا جورتهم شكرا بزاف لحسن المتابعة وهنا فيديو قادم إن شاء الله الرحمن الرحيم شكرا